أهلا بحضراتكم من جديد وأكيد يعني تغطيتنا المباراة بكرة واهتمامنا بيها وتحللنا المباراة بكرة مش هينسينا الأحداث الرياضية الأخرى اللي بتحصل أو اللي هتحصل خلال الفترة القادمة داخل جدولة نادي الأهلي يمكن هنروح في البداية مع كرة اليد كرة اليد اللي يمكن كانت النتائج الفترة اللي فاتت مش على قدر طموحات ولا يعني تمنيات جمهور نادي الأهلي ولكن نادي الأهلي في طريقه أنه يستعيد زمام الأمور وفي بعض الصفقات تم الإعلان عنها وبعض الأمور يعني اللي هتيجي تباعا ولكن احنا هنا ما بنتكلمش إلا بعد ما النادي الأهلي يعلن تماما ولكن أول بطولة هيقابلها فريق كرة اليد هي بطولة السوبر المصري واللي هتتعاب بشكل دورة مجمعة ليست مباراة واحدة ويمكن ده الاتجاه للاتحاد الدولي هتتلعب أيام ستة عشر سبعة عشر تمانية عشر إبريل اللي احنا فيه والبطولة هتتلعب نظام دورة مجمعة زي ما قلت لحضراتكم الأهلي والزمالك ضمنوا الصعود لها على طول وفي مطشين هتلعبوا يوم السبت بين هليوبلش واسموحة من ناحية وسبورتينج مع طلاق الجيش من ناحية تانية بعد المطشين دول ما يخلصوا هيصعد فرقتين من الأربعة دول عشان ينضموا للأهلي والزمالك يبقى مجموعة أربع فرق يلعب نعمل دورة مجمعة كل التمانية طبعا الفريق بالفوز مش صعب ودائما والله العظيم النتائج اللي فاتت ولكن أنا عندي ثقة متنهية في دارة النادي الأهلي وثقة في الجهاز الفني وثقة في اللاعبين نستطيع الفوز ويا ما شفنا فرق شباب كثيرة جدا استطعت أنها تفوز على فرق أكبر منها خبرة بالحماس والرجولة والأداء في الملعب يمكن ده مبدأي وده اللي أنا مؤمن به وأنا متوقع إن شاء الله وعندي ثقة أن ده ممكن يحصل أتمنى كابتن أيسم لأن فريق يقدم زعل جمهير النادي الأهلي بعض الشيء ولكن أنا عارف يعني النادي الأهلي مترجة كرة اليد وإن شاء الله تكون يعني على مستوى النادي الأهلي هي طبعا عندنا شباب واعد وعندنا فريق ممكن إن شاء الله يقدم إضافات مع بعض الخبرات وإن شاء الله ده يتحقق خلال البطلات القادمة وخلال المواسم القادمة الموضوع مش بعيد نقدر إحنا النادي الأهلي خاصة أن شباب النادي الأهلي بطل كاس مصر 2004 بعد الفوز على سبورتنج 35-29 الموضوع كانت أول أمس وده طبعا بطولة مهمة جدا تقلق فيها نجم شباب النادي الأهلي مهاب سعيد ونجم منتخب مصر نجم منتخب مصر اللي فاز بجائزة أحسن لعب وعدها بطولة تيبي الدولية وحق فيها منتخب مصر المركز الثاني بعد ما خسرنا أمام فرنسا بضربات أو رميات بقى الترجيح عندنا قاعدة ناشئين موهوبة وقاعدة ناشئين تقدر تغزي الفريق الأول بأكثر من لعب فأنا تمنى التوفيق لمستقبل قرة اليد لأن بالتأكيد جماهير النادي الأهلي طموحاتها كبيرة جدا ومنتظرين من قطاع قرة اليد في النادي الأهلي تلبيت طموحات جماهير النادي الأهلي نعم ومن كرة اليد لشباب كرة اليد هنروح لسيدات كرة اليد النهاردة الجولة التسعة في دوري السوبر في كرة اليد سيدات باللعب النهاردة الشمس المباراة الساعة 11 على صالة نادي الشمس مباراة مهمة جدا 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 بالملاسبة الفريق بيتصدر أو فريق سيدات لكرة اليد بقاعدة كابتن ناحا يوسف بيتصدر ترتيب الجدوى للدوري يعني احنا أول الدوري يعني مطشين أو مطش عن التاني اللي وراءنا وزي ما حضركم عارفين أن دي المرحلة التانية من الدوري وأصحاب المراكز الأربعة الأوائل بس هم اللي هيتأهلوا للدوري النهائية ده دوري السوبر بعد كده هيبقى دورة مجمعة عشان يبقى النخبة هتلعب هي الفاينال هم أربع فرق اللي هيتأهلنا للأدوار النهائية والدوري النهائية نروح للعبة أخرى ولعبة قدرت أنها يعني تقول أن طريق النجاح معروف طبقوا نفس الكلام ومجلس دورة نادي الأهلي قادر على تطبيق وبيسعى لتطبيق نفس الكلام وتطوير لعبة كرة اليد وهي كرة السلة كرة السلة كانت بعيد جاء جوستي بوش مع مجموعة من اللاعبين المميزين هم الأفضل في لعبة كرة السلة في مصر عندهم مباراة نصف النهائي غدر إن شاء الله البست فايفة كابتن عيسم خمس مباريات لو قدرت تفوز في ثلاث مباريات تصل للنهائي المباراة طبعا هتكون أمام الجزيرة وعلى الجانب الآخر أو الفريقين الآخرين هيكون فريق الزمالك والاتحاد وهيبقى الساعة تسعة المباريات وطبعا الفائز بثلاث مباريات من المطشين سواء الآهل والجزيرة أو الزمالك والاتحاد هيلتقوا في المباراة النهائية البطولة دي غايبة عن النادي الآهل يا كابتن عيسم ولعبة النادي الآهل كلها حرس ممكن لما كنا مستضفين كابتن أهاب أمين هنا قال إن هم عايزين دور السوبر حققوا بطولة عربية حققوا دور أو كأس الدور المرتبط حققوا كأس مصف ينقصهم دور السوبر وأنا أعتقد أننا قادرين على تحقيق دور السوبر إن شاء الله حقق بلغ دور السوبر ليه أهمية مهمة أنه بيها بطولة أفريقيا لأنك تمخاطب أن تتحقق بطولة أفريقيا وخاصة أنك عندك مجموعة من اللعبين تستطيع أن تتحقق بطولة أفريقيا إن شاء الله وخلينا نقول أن لنا طلب عند لجلة المسابقات في اتحاد السلة وهو معاد المباراة معاد المباراة يعني التسعة صعب أو 11 11 والأسف ده في نفس معاد مباراة الرجاء يمكن وبرضو نفس المباراة الفينال الكرة الطائرة فالجمهور النادي الأهلي هيبقى محتار يتفرج على أني مباراة يريد كل لجان المسابقات في كل الاتحادات تبعينها على الأحداث الردية المهمة عشان ما يحرمش جماهير الأندية أو جماهير اللعبة العريقة من نهاية تبقى في حيرة من أمرها تبع إيه ولا إيه فنتمنى دايما من لجان المسابقات في الاتحادات المختلفة يحطوا في اعتبارهم المسابقات أو الأحداث الردية الأخرى عشان ما يحرمش الجماهير من المتابعة الأحداث كلها فريق المسترس فريق جينات النادي الأهلي فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي والنادي الأهلي حريص جدا على إرسال رسالة مهمة جدا لنجوم النادي الأهلي طبعا محمد عادل دولة جدد أربع سنين مع عبدالله عبدالسلام وكمان أحمد سعيد وده تم التوقيع بشكل رسمي التجديد لأربع مواسم وكان سبق والنادي الأهلي أعلى عن التجديد التعاقد مع أحمد صلاح طبعا أسطورة فريق الطائرة وجميلة كابتن عيسم فكرة طبعا كان بيتال العواجيز العواجيز فأنت تيجي قبل مباراة نهائي كاس مصر وبعد إخفاق وتقوم تقول أنا عندي ثقة في اللاعبين دول وبجدد أربع سنين أعتقد رسالة واضحة جدا من مجلس دارة النادي الأهلي طبعا يعني الكابتن خالد عوضي قدر يعني يجدد مع اللاعبين أو نقدر نقول أساطير النادي الأهلي وده مهم جدا عشان توصل رسالة مهمة جدا أن أنت قادر على تحقيق بإذن الله بطولة كاس مصر واسقين فيكم والتجديد ده جاء بعد التعاقد مع محترف من وجهة نظري ومن وجهة نظر الناس المتابعين لألعاب الصلاة هو أفضل محترف في ألعاب الصلاة داخل مصر وهو موريسيو عندنا طبعا في مشكلة كده مع بطولة أفريقيا ولكن إن شاء الله قادرين على حالها بس قبل